أهلا بكما إذن استمعنا ربما إلى قصة أسماء رب يرحمها ربما هي قصة العديد من الأطفال اللي رأيهم يعانوا الآن خاصة في سن المراهقة وربما المقبلين على شهد التعليم المتوسط نبدأ بك سيدة مسعودة حجي يعني كيف تشوفي هذا الظاهرة بسم الله الرحمن الرحيم شكرا لقناة النهار على الاستضافة كما أوجه بعزية خالصة للوالدة ورب إن شاء الله يرحمها للبنت والله اتأثرت كثير بسماع هذه القضية يعني اللي كنا نتفادوا هذا الأمر من خلال تسهيلات إدارية يعني مش حاجة كبيرة وكانت من المفروض السلطات الإدارية أنها تتفطن لهذا الأمر يعني كين أشخاص يعني رح يجوزوا شهادات التعليم المتوسط وهم أبنائنا أبناء الشعب الجزائري وهم قادر يكون ما عندهمش مجهولين النسب يعني وكين عائلات رح تكفلة بهم كان على الدولة الجزائرية أنها تتفطن لهذا الأمر تكون هناك تسهيلات تكون هناك أمور اللي تخلي ما نوصلوش للانتحار تخيلي إذن رح نحكموا على كل مجهولين نسب الانتحار رح نسمعوا كل يوم بلي كين قضية انتحار بسبب وثائق يعني وثائق قادرين بكل سهولة نقوموا بتسهيلات كيفاش سبحان الله عائلة التجأت للعدانة كان من المفروض أنهم يسهلوا لهم الأمر يعني هتوصل للانتحار ونحن نعرف بلي سن تعد طفل في سن تعد 14 سنة 15 سنة إلى غاية 16 سنة أخطر سن يعني لازم تكون فيه الرعي وهذه الخطورة تعد سن من خلال التعامل كيفية التعامل إذا كان طفل عادي فما بالك طفل مجهول النسب يعني رح يكون أكثر حساسية التصرف معه أي حاجة رح دايما عنده نقص دايما عنده إحساس بأنه ما هوش كامل مثل زملاءه يعني الرعي وهذا الشعور ما نخليهش الأمر يوصل للانتحار هذه روح هذه مهما كان رحا جزائرية ما رحيش غريبة عن الجزائر ورحا بنتنا كان من المفروض أن الدولة تتنبه لهذا الأمر ونظن بلي الجنسية تعهد الأشخاص وهي معانا الزميلة المحامية وأنا أيضا كنت مارست المهنة 1 سنة يعني كين أمور اللي لازم الوحدي ديرهم وما نوصلوش للانتحار لأنه صدقيني إذا كان رح نتعامل ببرودة أعصاب مع هذا الأمر رح نتوصلوا لكل يوم رح نسمعوا قضية انتحار بالهذا الفئة وأنا سمحي لي معذرة فقط كين هناك دور يعني لرعاية الأطفال للمجهولين نسب يوصلوا لسن معينة تفتح لهم الأبواب يعني سن 18 سنة كارثة كبيرة يعني درت له رعاية وفرت له رعاية من الطفولة حتى الأخطر سن وتفتح له الباب وتخليه يروح وين؟ للشارع زي دير له مركز لرعاية شباب دير له وفر له مناصب عمل وفر لهم أهدو شباب شباب المجتمع الجزائر رعاية يقابلهم ربما مجتمع يجهن المستقبل تحم لو نتحتوا فقط يعني نبقى في باترسية معدرة عن انفعال لأنه فعلا القضية حسسة حسسة أكيد أكيد سيدة هيب النسيب لو نتحدث على الجانب القانوني يعني نتحدثنا سيدة نصيرة حتى أنهم لجئوا إلى العداء لا دروا الإجراءات لكن المشكلة هو التوقيت والطفلة رأي مقبلة على امتحانات شهد التعليم المتوسط شكرا الأخت الظهور بعد بسم الله أحمد الرحيم أن نوجه تعزية خالصة لوالدة الضحية الطفلة ابتسام اللي كما ذكرت الوالدة انتحى أنه كانت من المتفوقين كانت تتحصل على علامات يعني ممتزة خلال الدراسة انتحى ويبدو أنه هذا الشيء ليأثر في البنت بزاف يعني حاجة لموضحتها الناشو والدة الضحية يعني واشنية طريقة اللي تمت بها الكفالة يعني الوالدة المرحومة لما أعطات سلمة الطفلة للوالدة الكفيلة لها يعني بأي طريقة هذه الكفالة هل كانت بموجب حكم يعني عند الموثق لأن الكفالة نص عليها المشرع الجزائري في الفصل السابع من قانون الأسرة من خلال المواد 116 إلى المدة 125 تكون الكفالة إما عن طريق القضاء أو عند موثق هنا هم استنفذوا جميع الطرق من أجل الحصول على هذه الشهادة وهي وثيقة يعني عادية وخاصة هم استخرجوا شهادة شهادة الميلاد الأسدوس يعني شهادة الميلاد الأسدوس كان يعني ولو حفظها على السلطات الجزائرية أنهم يستغناءوا على الجنسية بالنسبة للأطفال المجهولية النسب لهذه الحالة من أجل استخراج وثيقة بطاقة التعريف الوطنية لأنه شهادة الميلاد الأسدوس راه مذكور فيها أنه جزائري الجنسية بمجرد جوجود هذه الكلمة يعني يقدر يخرج الجنسية يعني هذه الوثيقة ما هيش صعبة لازم يوجه تعليمات صارمة للأشخاص المخوانين لهم باستخراج هذه الوثائق باش يقدموا تسهيلات ولازم يعني كما رأنا نشوفه في الخارج نحن عندنا في المجتمع في الجزائر عندنا الوثائق هذه الوثائق يعني الإدارية يعني كل الوثيقة نخرجها نخرجها بوثائق بملف يعني بملف كبير يعني لازم نسهلوا لازم نستغناء على بعض الوثائق باش نسهلوا للناس خاصة هذه الفئة اللي راهي شريحة يعني حساسة جدا جدا وكما سبقه ذكرت الأستاذة زميلة مسعودة حاجي ذكرت أنه الطفل هذا يلحق لسن معين في 18 سنة يعني رح يواجه للشارع رح يواجه المجتمع باسم كما نقول نحن نرى المجتمع للأسف يقولون لقيت نحن هذا الطفل راهو مجهول النسب يعني من قدرواش نقول من قولوش عنه لقيت لأن هذه الكلمة رحي حساسة جدا لازم يتم إنشاء مراكز لرعاية هذه الشباب لازم تسهيل قوموا بتسهيلات لهم من أجل حصول على السكن من أجل حصول على مناصب الشغل لأنهم رح يواجهوا صعوبات رح يرتكبوا جرائم لرى نحن نرى في المحاكم لأن هناك من الأشخاص يوصلوا أنهم يرتكبوا جرائم من أجل فقط إلى الدخول إلى السجن لأنه ما عندوش مأوى حدثته أمام أعيننا أن الشاب تربى يتيم في مراكز رعاية الطفولة المسعفة وبعدها لما بلغ سنة 18 سنة لا يصاب شغل لا يمكن أن يتزوج الناس تنظر له بنظرة سيئة ارتكب جريمة فقط من أجل أن يدخل للسجن هذا شيء مؤسف لازم السلطات المعنية يتحركوا كما قالت السيدة مسعودة لأنه كل يوم سنلقاوا حالة انتحار حالتين ممكن أكثر شيء مؤسف هل ربما يجب إعادة النظر هل ترينا كمحامية يجب إعادة نظر في كيفية تنظيم قانون الجنسي الجزائرية خاصة فيما يخص مجهولية النسب أكيد لا بد النظر لهذه المسألة لا بد من الاستغناء عن بعض الشروط من أجل استخراج هذه الوثيقة خاصة بالنسبة للأطفال المجهولية النسب يعني لدينا ليس لهم يعني ما عندهم ما يعرفوش لا اسم الأم انتحم ولا اسم الأب انتحم لأن الأطفال حبيت ننثير نقطة الأطفال المكفولين هناك نوعين هناك أطفال مكفولين المعلومين نسب لعندهم الأم والأب انتحم وهناك أطفال مجهولية نسب خاصة هذه الفئة لا بد من تسهيل إجراءات من أجل من أجل مساعدتهم لأنهم هم شباب الجزائر يعني بش يقدروا يعني قدموا لو نتحدث سيدة مسعودة حجي فقط من الجانب الاجتماع وجانب النفسانية يعني شفنا أن سيدة نصيرة قتلت لك نملي كانت صغيرة قلت لها بلي نحن العائلة متكفلة بك وكنت نوري لها الوثيقة الأم تحها يعني كما ذكرت سيدة يعني ما تتنشأ كثير متفاصيل نظرا لحساسية الوضع يعني كيفاش نشوف يعني ما هو السن ربما أنتم تشوفوا السن المناسب لنقولوا لهذا الطفل باللي نحن نحن متكفلين بك خاصة يعني فترة المراهقة ربما يزيد يستوعب أكتر لما يشوف زملاء في المدرسة يشوف الأباء التاحهم يشوف حتى الاسم التاع والاسم التاع العائلة متكفل بها ما هوش نفسه أولا بالنسبة أنا نظن باللي سن تاع يا قاتلك عامين بدا تتصارحها أنا نظن باللي عامين الطفلة حتى تقولي لها وش تقولي لها مش رح تستوعب لأنه الإدراك مش رح تستدرك والله مش رح تستوعب أنك انتي مهيش الأم من تاحها لأنه الطفل كورقة بيضاء تكتبي عليها وش حبيتي تكوني شخصيته من خلال تصرفاتك أمامه من خلال معاملتك معاه من خلال التفاعل الاجتماعي في داخل الأسرة اللي متكفلة به يعني أنا نظن باللي السن يكون في سن التمييز يعني المرحلات على 12 سنة 13 سنة يبدأ للطفل يستوعب ويطرح أسئلة ولأنه يتفاعل كي ينعلاق التأثير وتأثير مع الأشخاص المحيطين لي في المدرسة على الأقل تكون هناك تهيئة نفسية قبل ما نعلم الطفل أو الطفلة اللي رأينا متكفلين بها باللي رأيكي ماكيش بنتنا يعني وبتكون طريقة تكون طريقة فيها تعامل بحساسية جدا وأنا ننصح أنه يكون فيه علاقة مع طبيب نفساني لأنه الطبيب نفساني رح يمهد للأسرة كيفاش تخبر الأبن المتكفل به بطريقة تخلي الاستيعاب والإدراك يكون عند الطفل درجة نتاعه الحدة تكون أقل بكثير من الصدمة لأنه إذا ما درتيش طبيب نفساني وفجأة قتي لها مراكيش بنتي أنا رح تخلقي لها صدمة نفسية يكون عندها تأثير سلبي ما تعرفيش طفل هذيك وش رح تدير ولا طفل هذك اللي رأيكي تكفله به وش رح يدير قادر يضر العائلة اللي تكفلت به يعني لازم تكون هناك علاقة تأثير وتأثير من خلال خلق جو نفسي ملائم باش تقوليله أنا نظن باللي العائلة هذه يعني ونا نشكرها يعني قامت بدور مهم جدا أنها رعاة هذه الطفلة وحاولت بكل الطرق أنها تخليها تكون تتفاعل في المجتمع للأسف الشديد صراها هذا الحادث بسبب ورقة إدارية كان من المفروض يعني ونا نوجه نداء مع ذير الأخت حاجزهور نوجه نداء لنواب البرلمان رجاءا ديروا مشروع قانون إعادة النظر في القوانين المتعلقب هذا الشريحة شريحة مجهولين نسب لأنهم فئة حسافة وهذا الفئة يعني خاصة كيف يتإدماجهم في المجتمع وخاصة الوثائق لأنه شخص ما عندوش الوثائق كيفاش تطلبي منه رح يجيب وثيقة رح يجوز امتحان يعني هنا رحكي شغل حنديروهم في حالة قوم بعدهم عن المجتمع وهذا خطأ كبير لازم ندجوهم في المجتمع من خلال واش تسهيل هو عندو حالة خاصة ندير له قانون خاص يخضع ليه عليها نخليها كذاك عليها نخلي تكون هناك جريمة انتحار لماذا أنا هذا الجريمة نحمل بها المسؤولين هم اللي يتحملوا مسؤولية هذا للروح اللي تزهيقت لأنه الطفل هذا الصغير المتكفل به ما هوش ذنبه أنه طفل لقيت معذرة على كلمة لقيت أو مجهول النسب مش ذنبه إذا كان خطأ ارتكبوه الكبار لا تحملني مسؤولية حاجة أنا ما كنتش واعي ولا ما كنتش أصلا حابة نكون أني مجهول النسب أنا حابة نكون طفل سوي طفل عندي حتى لو كانت خلقت مجهول النسب نراني ابن الدولة الجزائرية وهذا الدولة الجزائرية لازم توفر لي حماية قانونية يكون قانون خاص يخضع لي تخضع لي هذه الفئة ماشي توصل في 18 نص ناس وبحان الله نفتح لهم الأبواب خلاص دورتكم مشكلة آخر فيما يخص تكافل داخل العائلة هو مشكلة الميراث يعني دائما لما يلحقوا يعني الأبناء إذا كانوا من الصلب والطفل المتكفل به لما يلحقوا يعني لما يقسموا الميراث يعني الطفل مجهول نسب إذا كان هناك هبة يعني يحتكون عنده حق إذا كان إذا لم يكن يعني حتى في الشريعة أنه لا يستطيع أن يكتسب الميراث مع الأبناء من الصلب الميراث يعني كنت نرحو أن الميراث الميراث يكون فقط لذوي الحقوق يعني مثلا الأطفال الشرعيين الذين ولدوا من الصلب. أما بالنسبة لهؤلاء الأولاد المجهولين الناسب. نرى بعض العائلات. راهم ممكن يقوموا من أجل إعطائه بعض الحقوق. يكتب له عقد بيع وشراء. يدل له عقد هيبة. لأنه على البدل هذا الطفل بعد وفاة الشخص يتكفل به. لن يكون لديه الحق. ويجب أن يكون لديه الحقوق من الأفراد العائلة. شكرا لك سيدنا هيبة نشي. شكرا لك سيدة مسعودة حجي. الموضوع متشعب يشمل كثير منه. شكرا لكم.